تخطط الجزائر للتحالف مع تونس من أجل قطع الطريق أمام ترشح المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقية وذلك من خلال دعم الترشح التونسي لثنة 2022 ووضع ترشح جزائرية سنة 2023 وهو الأمر الذي ينتظر أن يناقش بين رئيسي الجمهورية قيث السعيد وعبد المجيد تبون خلال زيارة المرتقبة لهذا الأخير إلى العاصمة التونسية وهي الخطوة التي تأتي بعد إعلان ليبيا رسميا سحب ترشح لصالح الترشح المغربية وبدأ التنفيق التونسي الجزائري من أجل لقاء تبون والسعيد في العاصمة السنغالية ذاكارة من خلال لقاء بين وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة ونظره التونسي عثمان الجراندي خلال مشاركته ما في منتدى التعاون بين الصين والاتحاد الإفريقية الأمر الذي أكدته إداعة شمس التونسية والتي أعلنت عن زيارة قريبة للرئيس الجزائرية إلى قصر قرطاج وأترت الخطوة الليبية صدمتنا في الجزائر وتونس إذ كانت هذه الأخيرة تتوقع دعما من دول الجوار خلال ترشحها لشغر أحد المقعدين المخصصين لمنطقة شمال إفريقيا في المجلس وهو ما دفع الرئيس قيث سعيد لإعلان ذلك بنفسه في حين ثارع الإعلام الجزائرية المقرب من النظام ومن الجيش للتقليل من أهمية الدعم الليبي للمغرب بل والسنكاره أو تكديبه في حين أعلنت صحيفة الشروق أن الجزائر ستترشح لثنة 2023 وأكد المصدر أن الجزائر التي حصلت على عدوية مجلس السلم والأمن الإفريقية ثلاث مرات متتالية بإمكانية ترشح مجددا موريذا أنه رغم أن القرار لم يتخذ بعد إلا أن من أولويات الجزائر الحصول على مقعد داخل المجلس سنة 2023 ولديها تذكية من الاتحاد الإفريقية والجامعة العربية والكثير من الدول الأوروبية معلنة أيضا أن الجزائريين سيدعمون الترشيح التونسية وحتى المصرية إذا حدث ضد المغربية وسيحشدون أيضا دعم البوليساريو لهم ويخطط المغرب لإحداث اختراق لسطوة الجزائر وحلفائها على مجلس السلم والأمن الإفريقية من خلال الترشح للظفر بالمقعد الممتد ولايته ما بين 2022 و2025 وبدأ الأمر باتصال هاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقية ناصر بوريطا ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش يوم الأحد انتهى بسحب ليبيا لترشيحها وإعلانها دعم المغرب ويأتي ترشح المغرب في مواجهة تونس في فترة لا تعيش فيه العلاقات بين البلدين أحسن أحوالها خاصة بعد امتناع تونس عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء المغربية والذي رحبت به الرباط وهجمته الجزائر وعصابة البوليس الأنفصالية علما أنه حاذ على أصواته 13 عدوان من أصل 15 دون معارضة وامتنع حينها روسيا عن التصويت إلى جانب ممتل الجمهورية التونسية وصف الخبير الأممية التونسية السابق عبدالوهاب الهاني سحب الجمهورية الليبية ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والثلم للإتحاد الإفريقي والتناظل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم ترشيح المغربي لهذه الولاية بأنها ضربة موجعة لديبلوماثية تونسية وقال هاني إن ليبيا أعلنت سحب الجمهورية الليبية ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والثلم للإتحاد الإفريقي والتناظل عنها لصالح المملكة المغربية في حين أعلن عثمان الجراندي وزير الخارجية في حكومة التدابير الاستبنائية عن ترشيح تونس لنفس الولاية وهو ما كرره رئيس الجمهورية فيما ألقاه في كلمته في افتتاح مؤتمر الكوميس لدول الشرق وجنوب إفريقيا منذ يومين وأوضح الخبير الأممية التونسية السابقة أن موقف ليبيا يبين أن المغرب يحشد الدعم لترشيح ضد ترشيح تونس وفي دول الجوار التونسية متسائلا إذا لم يضمن الوزير الجراندي والرئيس سعيد الحد الأدنى من الوعود والآفاق الجدية بالمساندة فلماذا الترشح؟ وربط المتحدث ترشح تونس ضد ترشح المغرب بموقف بلاده من قرار مجلس الأمن الأخير بالقول لماذا الترشح أصلا في منصب يشهد فيه تمثيل شمال إفريقيا صراعا كبيرا بين المغرب والجزائر ومصر ومرشحيهما بعد حصول الإنقلاب السوفيتي في الدبلوماسية التونسية وخسارة موقع الحياد الإيجابية برفض التصويت على قرار مجلس الأمن للتمديد في ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية فلماذا الترشح أصلا؟ ونحن لدينا أوضاع سياسية داخلية لا تتوافق تماما مع معايير اتحادنا الإفريقية الصارمة في مجال رفض انقطاع الديمقراطية ونظام الدستورية والعودة العاجلة للدستور والمؤسسات الدستورية ويسترسل الخبر الأممي السابق في تدوينة لها مستدركة بالطبع كلنا مع تونس ولكن لا يمكن أن نكون مع العبث ولخطط عشوائية لحكومة تدابير استقنائية بدون بوصلة ولا رؤية ولا بصر ولا بصيرة يأتي ذلك بعدما أخبرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا نجلاء المنقوش نادرها المغربية أن دولة ليبيا قررت سحب ترشيحها لعدوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقية برسم ولاية 2022-2025 والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم ترشيح المغربي لهذه الولاية وسيتم إبلاغ هذا القرار رسميا إلى مفوضية الاتحاد الإفريقية وفي خبر آخر أعلنت الصين رفضها مشاركة عصابة البوليثر الإرهابية في أشغال دورة الوزرية الثامنة لمنتدى التعاون الصينية الإفريقية التي تحتضن والعاصمة الصينيجالية داكار ويأتي القرار الصيني تماشيا وروح الاتفاقية التي وقعت بين الرباط والصين بدرورة احترام سيادة الدول والسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية حيث رفضت جمهورية الصين الشعبية مشاركة هذا الكيان الوهمية رغم إلحاح جنرالات المرادية وليست هذه المرة الأولى التي يتجهل فيها البلد الأسيوية العملاق عصابة البوليثر الانفصالية بل سبق لرئيس الصينية الرافض حضور الكيان الوهمية في القمة الصينية الإفريقية الثالثة سنة 2018 التي انعقيدت في بيكين ترجمة نانسي قنقر